فكل الكلام اللي بيتقال اللي بيقول كده انا عارف هو عايز يوصل لايه معايا او مع الاهلوية تحديدا هو طبعا لا يشجع النادي الاهلي اللي بيجي يقولك كده هو لا يشجع النادي الاهلي فبيجي يقولك ايه عايز يحبطك عايز يخليك تبقى محبط وانت بتتكلم اه يعني او مكسوف وانت بتكلم لا النادي الاهلي عنده مجلس ادارة وعنده لجنة تخطيط خطاته كويس ما في اول الموسم جابوا مجموعة جيدة من اللاعبين مش اول الموسم كمان ده بداية من شهر يناير 2019 وانا دايما بكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع ابترى تكوين فريق جديد مع بقية اللاعبين اللي كانوا دايما موجودين ودايما متقلقين مع النادي الاهلي مجموعة كبيرة جبناها في شهر يناير 2019 وبعد كده بداية الصيف ده جبنا مجموعة اللاعبين وبعد كده ان شاء الله في الفترة الانتقالات الشتوية دي من حقك تستبدأ احنا كنادي اهلي من حقنا نستبدل اتنين لعبين جبنا محمود كهربا هل سيكون هناك صفقة اخرى ولا لأ دل حنشوفه خلال الايام القادمة كابتن سيد عبد الحفيز بيقول ان في صفقة تانية لكن زي ما انتوا عارفين الكابتن سيد ممكن يقول حاجة عشان يودينا في حتة تانية واحنا معاكو يعني فما حدش عارف لكن الصفقة اللي اعلن عنها رسميا هي صفقة وجود محمود كهربا هو النادي الاهلي بيعمل كده ليه نادي الاهلي بيعمل كده عشان هو عارف ان هو داخل على ضغط مباريات صعبة جدا خلال الفترة اللي احنا فيها بعد كده نادي الاهلي بينظر الى البطولة الافريقية كل الجمهور النادي الاهلي دايما واقف ورا فرقته وعايز يرجع البطولة الافريقية مرة اخرى لعرين النادي الاهلي لدولاب النادي الاهلي وده اللي احنا بنتمناه وده اللي مجلس ادارة النادي الاهلي ولجنة التخطيط ومدير الكورة مع طبعا الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكورة كلهم كان كل تفكيرهم كده كل الاتجاه كان رايح لان احنا نعمل كده او ان هم يعملوا كده جابوا افضل لعيبة جابوا احسن جهاز فني جابوا احسن مدير كورة جابوا عملوا مجموعة متكاملة متنسقة من الكرو او الطاقم اللي يقدر يعمل فريق كويس فاكرين حضراتكم لما ريني فييلر جي في اول السنة ناس كتيرة جدا كانت معترضة على ريني فييلر وانا دايما بقول هذا الكلام ناس كتيرة كانت معترضة على ريني فييلر ولكن ايه اللي حصل جمهور الاهلي الواعي عرف قد ايه ان في الوقت تحديدا لما كان فيه وطبعا كانت حملات ممنهجة من من بعض ما لا يشجع النادي الاهلي وزي ما انتوا عارفين ولانها واضحت بعد كده في ان اتقالك اصله هو كان جيلنا وما جلناش والكلام اللي حضراتكم سمعتوه ده فاتقال ايه اصله ده فابتدت الحملات تطلع ولكن جمهور الاهلي الواعي قال خلينا نتفرج الاول ونشوف واحنا دايما كنا بنقول لحضراتكم كده هنا البشاير تبدو جيدة لو تفتكروا البشاير تبدو جيدة الحمد لله عندنا مجموعة جيدة من اللاعبين عندنا هو 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 لقطة حسام عشور مبارح مع سعد سمير سعد سمير انا هتكلم عنه الواحده دلوقتي لكن لقطة حسام عشور مبارح مع سعد سمير تعرفة قيمة النادي الاهلي للي ما يعرفش انا عارف ان كل جمهور النادي الاهلي عارف هذا الكلام ولكن قيمة النادي الاهلي في الصورة دي لو عندك يا سمير حطها لنا قيمة النادي اهو بص حضرتك كابتن النادي الاهلي ساعد السمير طالع من الاصابة بقاله يعني فترة طويلة رجع قعد كابتن النادي الاهلي كابتن حسام عشور قعد على الارض وهو اللي بيحط له التلج قيمة كبيرة جدا قيمة اه احترافية قيمة احترام قيمة اه كل حاجة حلوة ومحمود متولي بيلبسه الجاكت بتاعه عرفته ليه عمر السورية بيشوت الكورة بتخبط في حده بتخش جن عرفته ليه انه لما حد يقول لك ان النادي الاهلي محظوظ قول له اه احنا محظوظين ولكن احنا محظوظين ان احنا عندنا اه اه لعيبة زي دول عندنا لعيبة نواياهم صافية عندنا لعيبة وعندنا جمهور يهد الدنيا ويهز الحجر وعرفته يعني ايه معنى روح الفنيلة الحمرة طبعا الكلام اللي انا بيقوله ده انا مش بكلمه لجمهور الاهلي انا بكلمه للناس اللي بتتفرج من اللي ما بتشجعش النادي الاهلي هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي وما بنقول روح الفنيلة الحمرة او بنقول عائلة الاهلي احنا بنقول عائلة الاهلي عشان كده كابتن النادي الأهلي قاعد على الأرض وبيحط تلج اللعب في نجم من نجوم الفريق أنا الحقيقة اللقطة دي مبارح بالنسبة لي كانت لقطة رائعة